نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية اتسعى الدائرة ردود الفعل الموريتانية المناددة بجريمة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله فقد أصدر العديد من الهيات والمنظمات والأحزاب السياسية الموريتانية بيانات مستنكرة لمواصفة بالجريمة الغادرة والمجزرة المروعة فيما عمدت منظمات طلابية إلى تنظيم وقافات احتجاجية حزب التجمع الوطني والإصلاح والتنمية التواصل نعى في بيان له حسن نصر الله واصفاً إياه بالبطل الشجاع ومديناً بأشد عبارات الشجب عملية اغتياله وأضاف الحزب أن الأمين العام حسن نصر الله ارتقى رفقة مجموعة من إخوانه في ساحة الكرمة رافضاً مساومة الصهين وحلفائهم على فك الارتباط بالمجاهدين في معركة طوفان الأقصى المباركة وتقدم الحزب بأحر التعازي والمواساة لقيادة حزب الله وإلى الشعب اللبناني وكل قوى المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان مؤكداً تضامنه معهم من جانبه حزب الوحدة والتنمية وصف الاغتيال بالعمل الوحشي مشدداً على أن هذه الجنمة لم تضعف المقاومة أبداً بل ستوحد صفوفها المبادرة الطلابية لمناهضة الاختلاق الصهيوني عامدت من جانبها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية تنديداً بمقتل حسن نصر الله بجرام الاحتلال في قطاع غزة وجنوب لبنان قبل أن تعمد قوات الشرطة إلى تفرقها بالقوة وتعتقل عدداً من قيادة المنظمة وفق ما جاء في بيان صادر عنها وكان الحزب الله اللبناني قد نعى في بيان له ومينه العام حسن نصر الله يوم السبت بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال استهدافه بغلة جوية أدت إلى وفاة رفقة عدد من قياد حزب الله حيث تعرض المقر المركزي لحزب الله في الضحية الجنوبية في لبنان لهجوم من الاحتلال الصهيني أدى إلى تسوية عدد من الببان الكبيرة بالتراب ترجمة نانسي قنقر